طب هشام الموضوع مكلف يعني البرامج اللي انت بتستعين بيها في التلوين أو الترميم هل هي مكلفة بالنسبة لمشروع زي ده؟ لا خالص مش البرامج المكلفة هو الوصول للمصدر الصور هو المكلف الحصول على الأرشيف نفس يعني على سبيل المثال مثلا تجربة بسيطة كنت في لبنان كنت في أحد كنت بصور حاجة هناك وقابلت أحد شخص ما عنده غرفة مليئة بأرشيف السينما اللبنانية وأرشيف السينما المصرية في الستينات تراث ها؟ تراث رهيب جدا كنز فكان بصراحة فرصة أن أنا تواصلت معاه وقابلته فعلا في لبنان ودخلت عنده الستوديو وده أتصور حاجات بالكاميرا بتاعتي وعادت عن حاجات فطلبت منه طلبت أنه محتاج منك بعض الصور أو بعض الحاجات فالراجل بصراحة مشكونا اداني ألف أفيش ألف بالزرع ما شاء الله والله كريم جدا يعني ومخدش عليهم أي حاجة خالص بصراحة مخدش أي فلوس خالص بس كان أن أنا أسكان المساحة بتاعت الأفيش ديت وأخليها على إيفور صغير دي كس دي جدا المكلف وكان طبعا على حسابي وفي لبنان فالموضوع بيبقى أغلى شوية فدي كانت دي الحاجات اللي هي المكلفة بالنما البرامج هي صورس موجود على الإنترنت ننزله ونعمله تحديثات كل من الإنترنت من خوش أي تقل روحة دي جدا